Acquired Coagulation Factor Deficiency نقص عوامل التجلط المكتسبة التجلط الطبيعي هو توازن بين الآليات المؤيدة والمضادة للتخثر، ويحدث النزف عندما تكون العوامل التي تعزز تكوين الجلطة غير فعالة أو غائبة، وقد تكون بسبب عوامل وراثية أو مكتسبة. ويحدث نقص عوامل تجلط الدم نتيجة لمجموعة كبيرة من الحالات المرضية، وتعد الطرابات التخثر المكتسبة أكثر تعقيداً من الأشكال الوراثية وتختلف عنها، إذ إن نقص أحد العوامل أو الطرابة هو ما يميز للطرابات الوراثية. في حين ترافق للطرابات المكتسبة عوامل متعددة، مثل نقص الصفيحات، وخالل وظيفتها، إضافة إلى وجود مثبتات غير طبيعية للتخثر والطرابات وعائية. وأكثر الأمراض المسببة لنقص عوامل التجلط شيوعاً هي عوز فيتامين كي. فيتامين كاف مركب عضوي قابل للذوبان في الدهون، يوجد بشكل أساسي في الخضروات الورقية الخضراء، كما يوجد أيضاً في اللحوم ومنتجات الألبان. يمكن أن يحدث نقص فيتامين كاف عند الطفل حديث الولادة أو في مراحل لاحقة مع تقدم العمر عندما يكون هناك سوء امتصاص معوي. ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى المعاناة من نزيف خطير، بما في ذلك نزيف في الدماغ. يتشكل البروثرومبين والعوامل السابع والتاسع والعاشر والبروتين S-C في الكبد، وتعتمد هذه العوامل على وجود الفيتامين كي. وحين تكون كمية هذا الفيتامين ناقصة في مخازن الجسم، بسبب نقص الوارد أو سوء الامتصاص أو نقص قدرة الكبد على اصطناع العوامل المذكورة، يحدث خالل في التخثر الطبيعي. أمراض الكبد تؤدي الإصابة بأمراض الكبد إلى خالل في تركيب جميع عوامل التخثر، ويكون النزيف خفيف الشدة أو متوسطاً، وتكون كل عوامل التخثر ناقصة عند الإصابة بهذا النوع من الأمراض ما عدى العامل الثامن. وقد يكون طول مدة النزيف عند الإصابة، هو العلامة الأولى للإصابة بأمراض الكبد، ومعايرة زمن البروترومبن مشعر مهم لشدة خالل التخثر لدى المريض الكبدي. التخثر المنتثر داخل الأوعية DIC وهي متلازمة نزفية، يحدث فيها تخثر منتثر داخل الأوعية، يؤدي إلى خالل في الإرقاء، وتنجم عن استهلاك عوامل التخثر والصفى حالي، في عمليات التخثر ويؤدي التخثر المنتثر داخل الأوعية، الذي يحدث فجأة إلى النزف، الذي قد يكون شديداً جداً، فإذا كان ذلك بعد الجراحة أو الولادة، فقد تكون السيطرة على النزف غير ممكنة، وقد يحدث النزف في موضع الحقن الوردي، أو في الدماغ، أو القناة الهضمية، أو الجلد، أو العضلات، أو أجواف الجسم العلامات والأعراض الشخص الذي يعاني من نقص عوامل تخثر الدم قد تظهر عليه بعض الأعراض، مثل النزف عند الإصابة، الكدم بسهولة من صدمة طفيفة، ألم وتيبس في العظام والمفاصل، نزيف الأنف المتكرر واللثة الوقاية العيش بصورة صحية يؤدي تناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلى إبقاء الجسم بوضع صحي وقوي، حيث يؤدي ذلك أيضاً إلى تقليل الإجهاد، والتقليل من شدة نزيف المفصل، حيث يصلت الأشخاص ذو الوزن الزائد، ضغطاً إضافياً على المفاصل، وخاصةً الركبتين والكاحلين وهذا يتركهم في عرضة متزايدة للنزيف الاهتمام بالأسنان يعتبر الحفاظ على صحة جيدة للأسنان بالنسبة للأشخاص المصابين بالطرابات النزيف، أمراً مهماً جداً لتقليل الحاجة لجراحة الأسنان التي يمكن أن تتعقد نتيجة للنزيف الزائد أو المطول الحصول على التطعيمات على الأشخاص الذين يعانون دائماً من الطرابات النزيف الحادة، أخذوا التطعيمات واللقاحات اللازمة، وذلك للتقليل من حدة النزف ترجمة نانسي قنقر